موسيقى موسيقى ايه يا عبقه عبيبكو يا حلوين ازايكم عاملين ايه؟ انا امام ميرا وده مطبخ ستي النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اكلة كده من عبق التاريخ اكلة من ايام ستي وستك ولسه نكملها معانا لحد دلوقتي بس بقت قليلة شوية ولما كانت امهاتنا تعملها كنا بنخطفها منهم قبل ما يخلصوها احنا بنحبها متحمرة وهم مصررين يحطها في الصلصة واحنا مسكتناش احنا كملنا على نفس النهج ده وبرضو بنحطها في الصلصة ومصررين نعمل كده برضو في ولادنا معانا النهاردة كفتة الرز قبل ما اقولكم على كفتة الرز والمقادير والطريقة الاصلية وازاي تنجح معاك والحاجات دي كلها حاب اقولكم على مثل النهاردة وهو يعيش البجح على قفل مكسوف ودي حقيقة طول ما البجح شايف اللي قدامه مكسوف منه هو ما بيتكسفش وبيفضل مكمل في انه هو يستنزف الشخص اللي قدامه فمستنية بقى تليفوناتكو واتصالاتكو ونتناقش مع بعض في المثل ده يعيش البجح على قفل مكسوف تعالوا بقى نتكلم في كفتة الرز وهنعمل شوية حاجات حلوة كلها بطريقة ستة حتى البطاطا بتاعت زمان كانوا بشووها كده على البتجاز بطريقة معينة وتكنيك معين في الحلة كانت بتطلع ولا احلى تعالوا الاول نتكلم على الرز على كفتة الرز واقلكوا المقادير بتاعتها معايا كوباية ونصف رز مطحون ممكن يبقى دقيق رز اللي هو جاهز او تجيبي رز بلدي تخسليه وتنشفيه تفرديه على فوتة كده وتسبيه وبعدين تطحنيه والتكاية الحلوة قوي بقى اللي ستة علمتها لي كده في اخر ايامها الله يرحمها شعرية هنحط شوية شعرية نشفة نطحنها الشعرية بتخلي الكفتة كأن لها مدغة كده وتبني ان هي يعني فينش اهي جماعة الشعرية المطحونة اهي دي شعرية احنا تحنناها بتخلي المكونات كأن كلها لحمة وبتديها مدغة حلوة قوي فجربوا تكت الشعرية في الكفتة وكمان معايا ربع كيلو لحمة للكمية اللي انا بقولها دي يعني كوباية ونصف رز وربع كوباية شعرية مطحونة ومعايا حزمة شبت وحزمة كزبرة واخدين منهم الورق بس من غير العيدان وست فصوص توم سليم وملح وفنفل وكمون وكزبرة ومعلقة صغيرة سكر علشان تديها طعامة وفي تركاة كده لو حابين تزودوها بس انا عن نفسي مش هزودها رشة صغيرة بكنجسودة اللي هي بنحطها للطعمية ممكن تخلي لك قلبها من جوه هش وحلو بس انا عن نفسي ما بحبهاش بعد ما عرفت ان هي بتقلل القيمة الغذائية وبكنتش سبتي بتحطها فانا عايز اعمل زي ما سبتي كانت بتعمل عايز اقول لكم على سر كمان من اسرار الكفتة ان احنا لو عملناها بلحمة جملي كبيرة بتبقى احلى وكمان اللحمة بتاعتها ممكن تبقى لو هي لحمة كبيرة بقري عادي بس تبقى كبيرة ممكن منوش الفخدة وممكن من الرقبة دي الحاجات اللي ممكن نعمل بيها كفتة الرز يلا كده نسمي الله وهنستخدم معانا الكبة وكل حاجة جاهزة كده هناخد الرز والحاجة كان زمان ياولاد بقى ايه لما يجوا يعملوا الكفتة دي كنا نسمع دق الهون والحاجات دي فنعرف ان البيت ده فيه كفتة نفتح كده اللحمة ايه طبعا اللحمة مفرومة والحاجات دي كلها بس انا هنزل الاول بالبصل والخضار والحاجات دي كده كمام الكبة كده ممكن لو ما عنديكيش بقى كبة ممكن بتغديها وتروحي للجزار وكده ها نقرب الحاجات انتوا بعدين الحاجات ليه ياولاد غوي انت مشوروني الله طب مال هاضرف فين هاخدها واروح للجزار ولا هاضرف في الهون انا ولا هعمل ايه كده بصوا نجايبالكم عاية الهون بتاع ساتي اهو هندق ده النهاردة في الستوديو ونصدحهم بط اهو كانوا يعودوا بصوا عايزين بقى الهون يرن ده سبوع بقى دي حنت شايماء بقى فكانوا بقى يعودوا بقى يدقوا في الكفتة في الهون بعد ما يضربوها في الكبة مكانش في كبة كانوا اما بيروحوا حجر اسمه حجر بتاع كان بيلف كده حجر جرانيت وجوائد حديد او كانوا بيروحوا للجزار او في الهون نقرب تمام يدي مشواري يدي مشواري فكرونا بالمثل ياولاد يعيش البجح على قفل مكسوف كده وانزل معهم باللحمة انا نحس ان انا مشوارها طبعا انت تقدر اتضعف الكمية وتشيلها في الفريزر نحط حاجة مع المكونات الجفة خلي دول شوية متاخد لها لفة كده وننزل بها تمام نبتدي كده نضرب الاول اللحمة مع المكونات دي وبعد كده هنحط باقي المكونات نحطها بس ايه واحدة واحدة كده ونسمي الليل طبعا والله يا اختي هو اسهلك تروح لبجزار بس احنا بقى فريدنت هتعمل ربع كيلو هتعودي ان شاء الله ربع كيلو كده هو وراحة جاي على ربع كيلو الجزار يضحك عليك ايه يقول يعني خارجة من بيتها ومش احتدها نفسها على ربع كيلو موسيقى 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 لا اجمدي معي ده احنا لسه هنحط لك رز. اجمدي معي. ايه الكبه بتاعتكو دي اولادة عايزة تجمد شوي. الكبه دي مش واغضة على على الشغل الشاك ده. هنعمل احسابي يا اولاد ويجيب الهون النحاة. انتو حرينه. احنا كده ايه? هنحط بقى المكونات بس هنحطها ازاي وهي حزينة ويتيمة كده يا اولاد. مش تعالوا نقسم الكمية. نجيب كده طبق ونقسم فيه الكمية. كده علشان كبتنا ايه? كبه سيكيميكي. ومشواخد على الحاجات دي. كده ماشي. كده هتبقى خفيفة وان شاء الله هتتدرب. عايزة اقول لكم من اسرار الكفتة. لو هي بتفك منك ما تحطيش بصلة كبيرة. البصل الكتير بيخلي الكفتة تفك. فهي بصلة واحدة بس وصغيرة. تمام? نحط بقى كده ايه الجزء الثاني. تمام? كده. شو يا اولاد نسنها على الهوى? تعالوا نسنها على الهوى. بتجيبي الطرف ده لو هي عندك بردة بتجيبي الطرف ده. وعلى حرف الرخامة او على مج اسراميك. وتعملي كده. دي بقى كنا بنعملها ايه? لو احنا بقى عندنا زفر النهاردة ونعمل حاجة كده. يا سلاة. ناخد كده بقية الكمية. بسم الله. يهديك علينا يا دي الكبيرة يهديك علينا ربنا. تمام كده. وبعدين بقى ننزل بالحاجات بقى المكونات التانية زي الرز. نسمي الله كده وننزل بالرز. وممكن تخلي جنبك نص كوبية مية لو لقتيها تقيلة والخضار واللحمة ما ما خلهاش عجينة كده عاملة زي عجينة السلصال تزودي حبة بحبة. البهرات اللي معينا دي كوزبارة نشفة. وفلفل اسود. وشوية كمون صغيرين. ورشة سكر صغيرة. ده ملح. نثبطي بقى الملح وخلي بالك وانت بتحطي الملح ان انت دي آآ لسه هتعملي صلصة وهيبقى فيها ملح. تمام? وشوية سكر بالشكل ده كده. اشوف كده لسه في حاجات ماركونة على جنب ودي بهرات لحمة. والشعرية. خط كده بهرات اللحمة. والشعرية اللي احنا تحلناها. جربي الشعرية دي آآ هتديك تكة حلوة قوي هتعجبك يعني. قطعة لحمة اللحمة رستو شكلها جميل اهي وبدأت ايه بدأت تبقى معانا مرملة اهي بس مش برضو الملمس اللي انا عايزاه ففيه باقي لحمة هنحطها وكمان هنحط شوية مية هحط كده حوالي ربع كباية صغيرة ما نقطرش ننزل الاول بحبة صغيرين ولو حاستينا ان هي عايزة نزود تمام عشان ما تبص منها ولو حاستي ان انت زودتي زودة شوية دقيق رز هتزبط معي اشتركوا في القناة طبعا زي ما انتم شايفين انا اديتها بقق مية صغير نزلة بيه كده سرسوب صغير علشان ما نزودش عليها تمام وكمان ضربة معلش استحملون يا باقي كفتة اخيرا خلصنا الليلة الكبيرة دي اولاد ولو انا منكم اخدها وارح لالجزار بلواجع دماغ لان نعزب نفسنا كده بصي بقى يا سيتي بقول انت ممكن تصبعي كمية كبيرة وتحطيها في الفريزر يا ام عجينة كده يا ام كمان ممكن بصوا جمالها بصوا عايزاكم برضا تشوفوا القوان بتاعتها هيتعاملة ازاي هنقلبها في بعضها كده حلوة بصوا طرية وجميلة وهنقلبها في بعضها ولو حسيتي ان هي نشفة معاك زي ما قلتلك شوية مية حسيتي ان هي خفت منك هتحط شوية رزه صغيرين بس ما تبلغيش قوي حاولي تعملي كمية زي ما قلتلك هتثبت معاك كانوا زمان بقى بعد ده ما اكتفوش بها كده لازم تاخد في الهون ضربة لازم كده الهون ايه زي ما بنقول بالبلد يسمغها تمام لفاف بعضها كده كده بالمنزر ده وبعدين بقى المفروض تحطيها في التلاجة قبل ما تصبعيها حوالي ساعتين علشان تتشمع معاك وتبقى حلوة معاك وانتي بتصبعيها فطبعا انا ايه مش عارف اسيبها ساعتين ولا اي حاجة فتعالوا كده ايه نصبع ويكون فيه طاسة على البتجاز بتسخن وتعالوا كده ايه دي النص خلانا عملها قبل الهوى وضرباها ومنعماها وزي الفل تعالوا كده نشوف دي هتعمل معانا ايه اول حاجة بتاخدي الزيت بتبلي ايه بتراف صابعة كده على ابيكي بالمنزر ده كده وتاخديها كده ايه كورة تقوري الاول بالمنزر ده كده كورة وبعدين تبرمي كده كده تبرمي كده تمام اهي بالمنزر ده كده بطه يعني اهي انا مصبعها قبل ما جي في ثانية لا ثانية تمام تعالوا تاني هنبلق دينا زيت وهناخد حتة الاول نعملها كورة وبعدين نبرمها ونضغط عليها واحنا بنبرمها فتتحول معانا اهي لصبع كفتة في زيادة بتشيليها حاجة دي بقى كانت الراعي الرسمي يا جماعة للأفراح كانش يبقى في فرح اللى في كفتة رز ونقعد بقى وماما بتحمرها نخطف منها بقى وشغلانا طبعا انا حطة تسعلى النار فيها الزيت الزيت بتاحها بقى كطرية ما تخفيش اول حاجة ببقى طعمه حلو ممكن تعملي بيه الصلصة وممكن تستخدميه بعد كده في الطبيخ العادي بس اهم حاجة تكون يحطه في برطمان مثلا او حاجة بغطى ومغطية عليه اهي تمام هناخد فاصل على محمر الكفتة شوفوا بس كده شكلها وهي بتنزل في الزيت ونطلع فاصل وارجعلكو اكون حمرت الكفتة استنوني اترحوش في ايهاد اشتركوا في القناة وارجعنا اولاد من الفاصل والكفتة بتتقلي معانا اهي زي ما انتو شايفين ولا فكت في الزيت ولا اي حاجة هنسيبها بس تكمل كده تحمير وعايز اقولكو على فكرة احنا ممكن لو احنا عاملينها طازة في نفس اليوم ننزل بيها في الصلصة نخلي الصلصة والمية تغلي وننزل بيها مش هيحصل لها اي حاجة ولا هتفك على فكرة وجربوا الطريقة دي هتدعو لي طبعا انا عاملالها هنا ايه تسبيكة زي ما بنعمل للخضار اه بصلايا بنشوحها كده وفصين توم انا عايزة بس معلقة كده ونشوف احنا حطينا هنا توم ولا لا مش محتوط هنا دي طماطم هنا طماطم على صلصة التوم جنب الزيت مشي اه دي طماطم على صلصة وهنزل كده بفصين توم مهروسين تمام وطبعا الصلصة واخدى الزيت وما تكتريش قوي لان كده كده الكفتة فيها الزيت بتاعها فما تكتريش ورشة سكر عشان تعادل الطعم والحمودة وعايزة اقولك على تركاية بقى للكفتة كمان ان انتي ما تعملش كمية كبيرة قبل ما تتغدي لو انتي عادة تعملها اليومين تمام حضري صلصة اليومين حضري كفتة اليومين بس حضري الصلصة فيها على جنب وديه على جنب ما تحطوهمش مع بعض غير في نفس اليوم وقابل الاكل بعشر دقايق عشان ما تنفش منك وتملأ الحلة وتبقى تقيلة يا مهشام مهشام دمت خلتيني ساعة النهاردة ايه انا انا مش سامعهم والله يا مهشام حقك علي لا 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 ولا يومك مش سامعيك ايه ايه انت اللي عامل ايه يا حبيبك الحمد لله ايه رأيك في مسلا النهاردة يعيش المكسوف على قفة البجح البجح يعيش البجح على قفة المكسوف عكاس نحن المكسوف ده طول عمر يعني كده اما هو كده الناس لما تلاقي حد طيب مش كده فيلي يقولك يعيش البجح على قفة المكسوف اه المكسوف ده يعني غالبان والله طول عمر اه غالبان بقى فالتاني بقى يستغل ده اه يركب فقر قابته الله يخرب عقل اه رأيت في كفتة الرز ازايك عامل ايه والله من ساعة ما قلت هعمل لكو حاجة بنخطفها اه اعرفت انها الكفتة مروز ده الله بقى منا بقى كنت بتسرق من مامتي بكم سباعة وهي بتقلي اه كلنا كلنا بقى منا بقى منا كانت اماتنا ياولادها تخلصوها اصيبوها حاجة استحالي كانت تتعمل وحدا ما يكونسوا منها كده لازم يتخطفوه مش كده لازم يتخطفوه كانت اماتنا ياولادها تخلصوها ياولاد امال هتاكلوا ايه لما تستوي الله كانت ايام حلوة صح انا قلت افكركم بقى وجايبالكم لون انها حزبا مهاردة حركات وبركات بقى لا لا والله هتسلم ايديك حاجة جميلة والله حالبت يا موشين وهشويلكو دلوقتي البطاطا ع البتجاز زي ما كانت اماتنا بتعمالها فوق البتجاز في الحل فاكرها اه لا يا اخنا يا اخنا دي بتفكرينها بالحاجات العديمة القصيرة طبعا طبعا هفكركم بها دلوقتي ونعملها مع بعض دلوقتي ايديك الزحة وتسلم ايديك يا حبيب حبيبتي منورتين يا موشين بصوا يا جماعة اه شوية مية كده طبعا عشان ابل فيها ورق الزبدة احنا هنشوي بطاطا زي ما قلتلكو بطريقة جدكنا زمان على وش البتجاز ده ورق زبدة هابله مية ما عنديكش ورق زبدة وزمان ما كانوش عندهم ورق زبدة يا جماعة كانوا بيحطوا فوتة مطبخ نضيفة اه كده بالمنظر ده كده في الحلة في تحتها حاجة لا مفيش تحتها اي حاجة وهنجيب البطاطا وده بقى ايه موسم البطاطا بالمنظر ده كده وجيب سكينة واشيل اللي هي الحتت بتاعتها اللي هي البداية دي كده بالمنظر ده كده ممكن اغزها غزة كده وغزة كده لو هي كبيرة يفضل في الوصفة دي البطاطا الرفيعة تمام نضفتها كده شيلت الحاجات بتاعتها من هنا ومن هنا وديتها كده غزة غزتين ونرصها بقى ايه في الحل بالمنظر ده كده ولو انت عارفة البطاطا طبعا احنا كانت من الحاجات اللي بناكلها قبل ما تنشوي برضو كناش بنعتق حاجة فلو انت حسيت ان هي مش مسكرة هقولك دلوقتي تعملي ايه هتخليها مسكرة بالمنظر ده كده كده هيخلوها مقرملة وحلوة قوي ولو هي مسكرة ممكن تستغني عن الخطوة دي وشوية قرفة للناس اللي بتحب القرفة حلو دولي حلو يا امونا ما تعمليش غطي لها حاجة حالوة وبعدين هنجيب كمان ورقة زبدة او ممكن تبقى مطولة الورقة بحس تتنيها عليها او فوطة ونروح ايه مغطيين عليه شايفين السهولة ولا كان بقى فرن ولا حاجة دي غير اللي كانت بتتشوي زمان في الفرن ممكن تحطي بصي معلقتين بالضبط مية في ارضية الحلة لحد ما البطاطا تنزل ميتها علشان ما تتحرقش وبصي بقى تحطيها شمعة عارفة كلمة شمعة زي ما بتدمس الفول وتهدي له النار قوي كده وتسيليها بقى تخل لها بتاع ساعة ساعتين كده يا امو محمد انا نشي ازيك يا امو محمد عاملة ايه الحمد لله عاملة ايه الحمد لله حبيبتي انت منين حاجة حلوة والله تسلميلي ايه رايك في كفتة النهاردة حاجة حلوة والله بتعمليها بالطريقة دي ولا لكي طريقة تانية انها بعملها كده والبرضة ونعطيها في الصهار بتعملي ايه والبطاطة برضو بنعملها كده في الحلة على البخار ما بنعملها شي البطاطة اه دي طريقة الزمان بقى كالطريقة جدتي بتاع الزمان ايه اه بتطلع معاك حلوة ايه بتطلع حلوة خاصة بسكة ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب الله يحدي نورتيني يا حبيبتي هنا بقى ايه التسبيكة بتاعت الكفتة ابتدت تغلي معينا وتسبكت وتمام هنحط لها الملح بتاعها والفلفل وانا حطيت شوية سكر شوية فلفل سويت وشوية ملح وازبوتي بقى ملحك ونزودها بقى ايه المفروض المفروض ان هي بتتزود شربة اسمينة بس انا هزودها بقى ايه ميا يا ولاد عشان قلم عندي الشربة تمام بالشكل ده كده وهنسيبها تغلي وعلى ما هتغلي هتكون هي ما بتاخدش في النار بعد ما الميا بتغلي غير عشر دقايق بس هشوف بقى كده الكفتة اعتقد كده ايه فل عليها قوي هنعمل مع بعض حاجة كمان يا ولاد من ريحة زمان وهي الملوخية النشفة هنعمل مع بعض ملوخية النشفة تبقى كده جم بطبق الكفتة الملوخية النشفة يعني ما بتاخدش وقت خالص وسهلة وبسيطة وجميلة فكل اللي معايا ايه كباية ملوخية نشفة شربة طمطمية مبشورة وفصنطوم وكسبرة وملح وفلفل تعالوا كده نحضر الملوخية على ماء الكفتة ربنا يكرمها وتطلع معانا نجيب كده حلة انا قلت مقادير الملوخية النشفة يا جماعة ربع المفروض كباية ملوخية نشفة انتو كاتبين ربع كيلو بس فيش نشكلها كباية ملوخية نشفة ممكن تبقى هي هي وشربة حسب ما هتاخد معانا وطمطمية كبيرة مبشورة وملح وفلفل سود وكسبرة وطم مهروس حلو كده يا ولاد حلو كده سهلة وبسيطة طبعا اهلينا زمان كانوا بيعودوا ينشفوا الملوخية دي وكانت اساسي في كل بيت كده بصوا بقى الكفتة طلعت معايا هي جماعة استاوت ماشي اهي نشوف كده الكفتة كده لسه المية ما غليتش طيب اغليه مية شايفين ممكن تغمقوها عن كده شوية زي ما تحبوا ممكن تشيلوها في الفريزر متحمرة وتطلعت تتحط في الصالسة بس ممكن تفرزيها خضرة اه ممكن تفرزيها خضرة من غير قلية وتفصل بينهم بطبقة اه ستريتش او طبقة مشمع اه بتاع المطبخ ده اسمه ايه اه كياس مطبخ هنعتبر ان المية غليت وهننزل كده بالكفتة هي سخنة هتسخلنا للمية ومش هيحصل حاجة كده تمام في المنزل ده ياولاد وعايز اقول لكم كلكم تعالوا كلوا معنا كفتة وانا مش مديها فرصة لحد اه يخطف مني وانا بحمر كده خليه خليه ماشي يا جماعة على ما هنطلع فاصل هحضر حاجة الملوخية الناشفة وارجعلكم اعطوا في اي حتة بستلياكم وارجعنا من الفاصل ياولاد وكنت عايز اعمل لكم الملوخية الناشفة بس انا جات لضيفة عطلتني هو دايما كده الواحد دي بجاعة دي لها الضيف طبت علي فاجه فمش مشكلة اعملها لكم في حلقة بكرة اليوم الجمعة استنوني هعملكم الملوخية الناشفة حبة الاول قبل ما راحب بتضيفة الخميس ان شاء الله تعالوا فاوريكم كده عملنا البطاطا هي طلعت شكلها تحفة وفتحناها وممكن ترش جواها شوية سكر وقرفة تاني والكفتة اي غرفناها وعملنا جنبها رز حبة وحبة والملوخية ان شاء الله بكرة الخميس اعملها لكم حبة راحب بالدكتورة شازة الخولي اللي هتعرفنا ازاي النهاردة ناكل الاكل الجميل ده وخصوصا بقى البطاطا اللي هي اكلها وتخاني خلص انت خسيتي فهي هتعرفنا ازاي ناكل الحاجات الحلوة دي وما نتخانش لا دا احنا كمان هنخص وكمان هيساعدنا دخول الشتاء احنا نحرق ونخص اكتر اهلا من الدكتورة شازة ازايك يا شيفي بايل الحمد لله والله كويسة كله تمام انا عايزة كنسل الملوخية عشان خطرك بقى بس انا عايزة اقول لك بقى ان انت كل الحاجات اللي انت عاملها النهاردة دي كلها فيتامينات ومعادن وحاجات كلها مهمة جدا ولازم نستغل موسم البطاطا لان البطاطا من الحاجات المهمة جدا لجسمنا ومفيدة جدا وبتزبط حاجات كتير قوي قوي للجسم وبتمد الجسم بالفيتامينات ومعادن مهمة فالشيف ايمان النهاردة عاملة يعني اكل كله قيمة غزائية عالية جدا جدا بالعكس احنا هناكل وهناكل بكميات قليلة وهنتبسط وهنخص وعملالكو النهاردة حاجة حلوة جدا مع الشيف ايمان انا بقالي كده عاملة كده حملة كده وانطلاقة اسمها انطلاقة كورس التحدي تحدي نزول 15 كيلو في الشهر الواحد و30 كيلو في شهرين عملت الحملة دي اشيف ايمان بقى عندنا في الشركة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وقلت لازم اكملها معاك في الحلقة النهاردة وكمان عايز اقولك ان احنا من المرة اللي فاتت لحد المرة دي الناس اللي طلبوا معانا الكورسات المرة اللي فاتت فيه ناس بعتت لنا وقالت لنا انهم خلال اسبوع خسوا تقريبا 6 كيلو في اول اسبوع من الكورس وده يعني خبر حلو جدا جدا ومفرح جدا جدا انه هو دلوقتي مع الكورس كده كده وانحنا داخلين في الشتاء الحرق بتاع جسمنا بيعلى صح بالزبط فانت هتساعد نفسك اكتر ان انت تخصي والكورس هساعدك على ده صحيح كورس التحدي النهاردة كل الناس يلا تتصل على ارقام التواصل اللي ظهرها على الشاشة عشان كورس التحدي النهاردة مميز جدا تحدي نزول الوزن في الشهر الواحد 15 كيلو وفي الشهرين 30 كيلو احنا عاملين كورسات معينة وعملين التحدي ده من هنا لحد الاسبوع اللي جاي مع الشيف ايمان الكورس هيكون النهاردة مميز جدا يعني كابسولات ونقط واعشاب وعليهم كابسولات ونقط واعشاب بس معايا اربع هدايا فضاع ايو انا بموت في الهدف يعني اكتر اربع هدايا جبارين اكتر اربع هدايا ممتازين ومهمين ومتنوعين واهم حاجة انهم متنوعين والاربعة مش شوه بعض اعدي مالتي فيتامين مفاضيع جدا فيه فيتامين سي وفيتامين الف وفيتامين دال وكل الفيتامينات والمعادن علشان اعليلك معدل حرق لو انت عندك نقص فيتامين دال علشان اقويلك المناعة لان احنا داخلين على الشتاء وادوار برد وكمان فيه ناس كتير جدا لما بتنزل في الوزن او بتعمل دايت او بتمشي على نظام غذائي من منعتها بتقل بس انا هزودلك المناعة بالمالتي فيتامين الجبار انا عايز اسأل سؤال بخصوص المالتي فيتامين لو انا الدكتور كاتب لي انواع معينة من الفيتامين نقصة زي مثلا الفيتامين دال هل لما باخد المالتي فيتامين بتاعك وبكمل ولا بوقف اللي الدكتور كاتبه لي لا هو انت بس هتلتزمي بالمالتي فيتامين وعن طريق ارقام التواصل خبراء التخزية هيتابع معاكي وهيقولك الجرعات بالزبط كده حسب التحاليل اللي انت هتقدمها لهم وحسب الفيتامين ناقص في جسد يقدمي بالزبط كده عايز اقول كمال حاجة مهمة ان انا النهاردة مع المالتي فيتامين ده لما انا هخس شعري مش هيقع شعري هيتول في شهرين خمسة سنتي بشريتي مش هتهدل ولا يحصل فيها تجعين يعني شعري هيتول وانا بخس مش هيقع ايوة تخيالي شوفتي الجديد بقى الجديد النهاردة في كورس التحدي ان انا شعري هيتول خمسة سنتي مش هيقع وكمان بشريتي هتبقى مشدودة وكمان فيها نضارة مفيش تجعين حوالين العين ولا حوالين الفم مفيش ابدا اي تهدل مفيش حد هيشوفك هيقولك انت مالك تعبانة ليه خاسة ليه كده مالبين على وشك انك مرهقة تحت عنيكي اسود مفيش خالص الكلام ده كمان دوافرك وصحة جسمك العامة كلها نيجي على الهدية التانية اللي هي مهمة اوي كريم شد التراهلات وده لازم نبدأه من اول يوم احنا هنبدأ فيه الكورس علشان كريم شد التراهلات هو الكريم رقم واحد في السوق المصري علشان يعالج السلوليت علامات التمدد ويكسر الدهون الموضعية اللي موجودة في الدرعات وفي الرجلين وفي الارداف وهو بيكمل السايكل بتاعة الكورس بتاعي ونيجي كمان عند تالت هدية وهي القهوة الخضرة مضادات اكسادة عالية جدا وفيتامينات واحماض كلورجينيك العالية جدا اللي بتبقى على الصورة الطبيعية بتاعتها اللي بتعلي معدل الحرق بتاعي بسرعة وكمان اخر حاجة سكر الدايت عشان احنا دخلين عشان قبل المنسيب القهوة عايزين نطمنه من القهوة للناس الممنوعة من القهوة لا دي حاجة ما فيش حاجة اسمها حد ممنوع من القهوة يا جماعة اللي ضغطوا بيالا دي معلومات خاطئة عايز اقول لكم ان في ابحاث وفي اوراق بتقول من معهد القلب وكمان ابحاث عالمية انه القهوة تمام جدا مع الناس اللي عندها ضغط او عندها امراض القلب ما فيش حاجة اسمها ان القهوة ممنوعة بالعكس القهوة الخضرة ممتازة جدا زي معيش وصحية جدا عند ناس اللي عندها امراض القلب وكمان الضغطة زي كذبت معيشونا اني ما تكلوش بيتها يعمل لكو كليسترول بالزبط كده وهو ما لوش علاقة سدقوني صح فعلا دي حقيقة وانا واحدة من الناس كنت باخد كمية بيت كتير جدا ولقيت التحليل الحمد لله طبعا انا واحدة من الناس بيجيلي والله يعني نتائج وفيدباك من الناس اللي عندي وجربت حلوة جدا ومشجعيني وبناء عليه عايزة اقولكوا تعالوا نشوف صفحة الفيسبوك اللي ممكن من خلالها نطلب الوردر باركام التليفونات اللي موجودة على الشاشة دي صفحة HR فرما اللي حابب بيتابعها واللي حابب يطلب منها بالزبط الناس كلها بتدخل تبعت لنا رأيهم هم خدسوا قد ايه وصوارهم قبل وبعد وطبعا طبعا ارقام التواصل اللي ظهر على الشاشة النهاردة هنطلب كورس التحدي مش هنفوت الفرصة بتاعة كورس التحدي هناخد كابسولات ونقط واعشاب هناخد عليهم هدية كابسولات ونقط واعشاب تانين يعني انا هدفع 8 شهر واحد بس وهاخد الشهر التاني هدية دي صفحة الوحيدة لمنتجات HR فرما وكمان الاربع هدايا القهوة الخضرة والكريم شاد التراهلات والمالتي فيتامين اللي احنا قلنا مفيد جدا علشان شعرنا وبشرتنا وعشان صحة جسمنا وكمان اخر حاجة سكر الدعيت اللي كنت بتكلم عليه انه هو معدل حراريا وانه هو يعني السكر بيدي طعم حلو جدا السكر الطبيعي مش بحس من الشيء طبيعي صحيح وقدر احطه في الكيك وفي الهوت شوكولت والحاجات بتاعة الشيطة الحلوة دي علشان نبقى مبسوطين كده اللي هو مش هنتخرم من حاجة نشتك بقى تعملي الكيك بتاعة الديقة الواحدة في المايكروف هتقومي تاخدي سكر وتعملي عادي يا فيش مشكلة وديق صحي وحاجات صحية احنا حاجة في HR فارما ان انتي ما بتتحرميش انتي بتقنيني الكميات قولنا ازاي بيقنن الكميات يا دكتور عايز اقولك بقى خلونا بقى نتكلم عن الكابسولات والنقط والاعشاب بيعملوا ايه انا دلوقتي النهاردة معايا لأول مرة الكابسولة بمفعول الخماسي بتعملي خمس حاجات مهمين هتاخدوا منهم علبتين اول حاجة بعمل تكميم طبيعي للمعدة عشان الناس اللي مش عارفة يعني ايه تكميم يعني بملالك حيس كبير من الفراغ بتاع المعدة وبخلي يعني حيس صغير قد كده هو اللي دخلي ليه الاكل فبالتالي كميات الاكل اللي دخل ليه هتبدأ تقل تاني حاجة انه الكابسولات كمان فيها الكارنتين وبي بي سي اللي بتكسر الدهون العنيدة المتراكمة بقالها سنين كتيرة جدا وتبدأ تحاول الدهون دي لطاقة الجسم يستخدمها وابقى حاسس ان انا نشيط وتالت حاجة واهم حاجة ان انا مش بحس باي تراهلات وكمان جلدي بيكون مشدود علشان انا عندي كمان انواع كتيرة جدا من الالياف اللي بتعمل كده احنا معنا ايا وعايزة تسألك سؤال يا الله بينا يا ايا ايه حضرتك يا دكتور لا انا شيف ازايك ازايك يا ايا ازاي حضرتك يا شيف الحمد لله انتي عامل اياه جميلة الحمد لله كله حلو الحمد لله ايه فرحينا بقى خستيتي ولا لسه عايزة تخيصتي ولا ايه او الحمد لله خستت اربعة كيلو كنت مية وعشرة هوي على فكرة دكتورة شزا سامعيكي برده انا سامعيكي ايا دكتورة شزا سامعيكي ايا صدر كميلي ولسه بقى مستنية ان انا كمل تاني علشان اوصل الوزن النسادي خستي فقديه اهم سؤال خستي فقديه ايا راحت ايا راحت ايا خسارة كده اتي مش باللعطة المهمة ايا ايوه كنا عايزين نعرف طيب هي اكيد انا متأكدا الناس اللي بتكلمنا الاسبوع ده اكيد كانوا مشتركين معانا في الكورس بتاع الاسبوع اللي فات وكمان زي ما احنا بنقول الاسبوع ده انا عاملة تحدي النزول كورس تحدي نزول الوزن 30 كيلو في شهرين لازم دلوقتي ناخد الكرار يا جماعة ما فيش اي حد يبقى قاعد حاسس ان هو متردد ابدا لازم تاخدوا الكرار دلوقتي حالا اتصلوا على ارقام التواصل اللي ظهر عندكم على الشاشة هتاخدوا الكورس كمان بشحن مجاني متابعة مجانية مع خبراء التغذية النهار ده كورس التحدي ما يتعوضش عشان الاربع هدايا اللي معانا ومعانا ريفيوهات عايزين نشوف الرفيوهات اللي معانا كده واراق ناس خست نشوف الرفيوهات اللي معانا الله بصوا بقى دي ريفيوهات من مكالمات الواتساب مع الشركة والناس اللي خست وقدي ايه مبسوطة نياح خست حلو جدا استمري وان شاء ده دكتور انا وزن نفسي خست 10 كيلو حلو ولا وحش شفتي يا شيف ايمان انا عايز اقول لكم يا جماعة انه انا لو يعني الناس من اول اسبوع بتنزل بص التمع بقى 10 كيلو بيت ولا يا حلو ولا وحش لا ابا هو على حسب فيه ناس بتبقى وزنها معدي المية والمية وعشرة ومية اه شايفة بقى شايفة انت اللي او انا مش شايف الكتاب الرفيوهات اللي لا دي بانوتا فرحة كمان شهر بالزبط وكانت طالبة ان هي تخص 10 كيلو وقالت ان هي خستهم ده كمان ما كانتش ملتزمة يعني فهي خستهم في فترة قليلة وكانت مبسوطة جدا جدا وعلى فكرة من البنات لما لقيتنا منزلين كورس وعرض التحدي قالت لازم تشجع كل الناس علشان يبدأوا من النهاردة وتقول للناس كلها لازم تبدأوا لازم تاخدوا الكرار الكرار سهل جدا يا جماعة وبسيط هتتضيستو من اول اسبوع مع كورس التحدي هتنزله في الوزن خمسة كيلو ستة كيلو حسب معدل حرق جسمك حسب سنك حسب حاجات كتيرة جدا بس المهم ان احنا نبدأ لشان زي ما احنا قولنا النهاردة انا معايا الكابسولة الخماسية اللي بتعملي سد للشهية وكمان بتكسرلي الدهون وبتعلي معدل الحرق وبتقللي كوليستيرول في الدر والدهون السلسية طيب احنا عايزين نعرف الكورس ده هل ممنوع منه حد عنده امراض مزمنة او معمول لسن معين الحاجات دي كلها برضو كلمين عليها خليني اقولك يا شيف ايمان انه احسن حاجة في كورسات HR فارما انه الكورس مناسب من سن 12 سنة لحد ما شاء الله 80-85 سنة بالعكس احنا عندنا حالات كتير جدا بيكون عندها مشكلة في الحركة ناس كتير جدا بيكون عندها مشاكل في المفاصل او في ظهرها او في رقابتها عندها مشكلة كبيرة جدا ان هم مش قادرين يتحركوا من مكانهم اول ما بياخدوا الكورس مع اول شهر بينزلوا في الوزن تقريبا من 12 ل 15 كيلو في الشهر الواحد بتبدأ حياتهم تتغير 360 درجات عارف يا دكتور انا اكتر كلمة بسمعها من الناس اللي هي تعبانة تقول انا صعبت علي نفسي قوي لما صحتي خزالتني صح فطب صحتيك خزالتك ليه اصلا عندي يخشونة وما بقيتش قادرة اصلا اصلا تبصوا تلاقوا كده كل الشكاوف الاخر جاية بسبب ان هي وزنها زايد كولسترول سكر ضغط عالي ومفاصل حاجات دي كلها بسبب زيادة الوزن طب ليه نخلي صحتنا تغزلنا وتتخلى عننا ما احنا فقدنا ان احنا ننزل وزننا ونكسب صحتنا وتفضل صحتنا لحد اخر الامر ان شاء الله ونلازمينا اي نعم قدر ربنا ما بتشيلش بس احنا نقدر ان احنا نعمل اللي علينا صحيح بالزبط كده وكمان في حاجة مهمة جدا عندنا في كورسات اتش اار فارما انه النقط اللي انا بقدمها لكم بتعلي معدل حرق اربع اضعاف ما الجسم عليه اصلا لانه النقط من الحاجات اللي فيها مواد فعالة ممتازة جدا كمية حوارك مش طبيعية للدهون اللي موجودة في الجسم كمان النقط بتخلي الجسم يحرق طول الليل يعني انا نايم كده في سلام وامان وجسمي شغال وانده وطول كبسولة اتخسسك من رجاي اخطخ حكاية ده شعار واينا في البرنامج معشي في ايماني انا المرة الجاية هجيب الرفيوعات بتاعت فانزاتي هم اجابوا فانزاتي ومهمة ومقالوا ليش اه انا جبت انا جاية هجيب فانزاتي حبيباتي اللي بيحبونا مو فانزاتي مش حسن من فانزاتي عايزين اشوف بقى الزور لناس كده من اللي خستو ناس جميلة خدت التجربة وادرت ان هي تخص بسهولة ارقام كبيرة من جسمها بالزبط وعايدين كمان نكمل ونقول انه النقط واحنا بدنا اخدها بتعادل كاني روحت الجم ساعة في اليوم يعني واحنا قاعدين في البيت بصي بقى شايف رشاقة المنطقة بتاعتك عايز اقولك ان في اربع كلمات دايما بيتكرروا علينا من الشكوى بطن كرش ارداف جناب ونضيف عليهم في ناس تقول لنا المنطقة بتاعت العوامة اللي برضو بتشمل البطن او الكرش والدرعات لا الدرعات بس بقولك اكتر كلام بيتكرر علينا بطني واعتقد الكرش يعني مشترك بين الرجالة والستات بالزبط كده بتبقى بقى حاجات كتير جدا هي السبب يعني عندنا مسلا التراب هرمونات حمل ولادة وارضاعة بالنسبة للستات فاحنا شايفين طبعا الصورة بتتكلم عن نفسها الجسم منخوض قولون القولون من الحاجات اللي بتتبس خليل حجم الماندى اللي بعدها مشاكل في المرارة برضو وفي ناس والسيدات اللي بيكون عندهم مشاكل في الرحل انا عايز اقول لكم حاجة يا جماعة من تجربتي بخصوص القولون ان لما بنزبط اكلنا ولما بنخس والله القولون بيرتاح دي حقيقة لما باجي اعمل ضايت وزبط اكلي واكل اكل صحي والله القولون بيرتاح بصوا بقى الرجالة يعني شايفة عايز اقول لك انه يعني حاجة ممتازة جدا من منطقة البطن مشدودة كمان شكل الدراعات مختلف جدا كمان بيحسوا بفرق في الطاقة بتاعت جسمهم وفي الحياة اليومية انا عايز اقول لك اشوف ايمان ان في ناس بتقول ان يعني حياتهم بتتغير في وظيف بتقف على انه اقول لك روح خس وتعال اقدم في الوظيفة اه المظهر في جوازات بتقف على موضوع انه لازم اخس او لازم تخس يعني يعني مثلا ان انتي لو جيتي في يوم تخنت انا مش هصدقك اه اه ماينفعش ازاي طبعا كاليمي يا منتج تخس وانت تخينه شوفي بقى معنا ليلى يا ليلى ليلى راحت فين الو ازيك يا ليلى الحمد لله اخبارك ايه كويس الحمد لله الحمد لله انتي خسيتي ولا ماتسلى عايز المنتج ولا ايه عارقيني اه عايز المنتج وتعايزك محتاجة خس طيب دكتور شازة سامعيك وهتسألك بقى على شوية العلومات جوبي عليها قوليلي يا ليلى الاول انتي عندك كم سنة وتولك قد ايه عندي 27 سنة وتولي 160 ووزنك تقريبا 90 وزنك 90 يعني انتي تقريبا محتاجة لك 30 كيلو يعني انتي لو اشتركت في كورس التحدي النهاردة كل حاجة هتزبط ان شاء الله انتي طبعا في سن معدل حرق فيه بيكون ممتاز جدا كمان هنزوده وهنعليه بالحوارك الموجودة عندي فيه الكورس قوليلي انتي لو قدر الله عندك اي امراض مزمنة اه كنت كشفت من فترة قالويني ان انا عندي تكايز عن مبايد هوهو اه فعلشان كده بقى الدكتور طبعا قالك خلت الاول و بعد كده كنت متجوزة يا ليلا؟ لا طيب خلي باليك لازم تعالي جيت اكيز عن مبايد عشان لما ربنا يكرمك وتتجوزي تقدري تيبقي ام بسرعة ان شاء الله معلشان كده انا كنت عايز اهوا ماتهميليش الموضوع يا ليلا يالله انا هجاوب عليك دلوقتي يا ليلا وهقولك تعميلي ايه يعني بصي النهاردة كورس التحدي ممتاز ومناسب جدا ليك جدا جدا هتتصل على أرقام التواصل اللي ظهر على الشاشة وممكن كمان نعرض لهم الصفحة مع الأرقام عشان ما تتلخبطيش يا ليلة وتجيبي المنتج من الصفحة الصحة دي حقيقة علشان دي الصفحة الوحيدة النهاردة هتاخدي كورس التحدي وهتدخلي معانا في تحدي نزول الوزن 30 كيلو في شهرين هتاخدي كابسولات ونقط وأعشاب وعليهم كابسولات ونقط وأعشاب هدية وكمان أربع هدايا قيمين جدا مالتي فيتامين وكريم شد التراهلات قهوة خضرة وسكر وإن شاء الله هنستناك يتكلمين تاني برضو مع الشيف إيمان وتقولي أن أنت نزلتي الوزن اللي أنت حباه وكل المشاكل بتاعتك هتتحل النهاردة بقى فاجئيني وقوليلي لكام متصل عشان كل مرة بتروحي كده أنا خايفة منك أنا خايفة منك كام متصل أنا خايفة منك بصي يا شيف إيمان علشان ما تزعلش مني هم 150 متصل مش هقدر أعمل أكتر من كده والله أيوة أنا مش هقدر أعمل أكتر من كده علشان كورس التحدي إحنا عاملين به حملة كبيرة جدا جدا على يعني مواقع التواصل الاجتماعي وكمان هنا النهاردة مع الشيف إيمان فكورس التحدي من الكورسات المميزة علشان هتنزلوا في الوزن 30 كيلو في خلال شهرين من غير زي ما احنا قلنا مشاعري يقع بالعكس شعرك هيتول في الشهرين خمسة صمتي بشرتك هتكون نظرة جدا يعني ما فيش حد هيشوفك يقولك أنت تعبانة أو وشك شاحب أو عندك مشكلة في بشرتك أو أنت حاسة أنت همدانة بالعكس هيبقى عندك طاقة هتكسري كل الدهون المتراكمة عندك بقالها سنين في شهرين بس كمان يعني هتلبسي كل اللي أنت عايزاه أو هتلبس كل اللي أنت عايزه ما فيش أي حد هيتنمر على حد وزنه تسئيل لو أنت عندك مشكلة في الحركة أو أنت عندك مشكلة في الحركة المشكلة اللي هتقابلنا الأيام دي كلها أن إحنا هنبقى مش قادرين نسيطر على الشهية طول الوقت تحسين بالجوع طول الوقت عايزين ناكل وخصوصا جوع آخر الليل وهنشوف الحاجات دي كلها قربت والجوع ابتدى يبقى في نسمة ساعة فيدوب نلحق الكرسي عشان نلحق نلم الدنيا هنطلب الكرسي دلوقتي هناخدوا اللي هم الشهرين بتوع الشتاء والشتاء في مصر شهرين يا جماعة هنطلع منه بسلام وأمان عشان بعد كده نقدر نلبس اللبس الصيفي الحلوى ونروح المصايف احنا عاملين شكل حلو وجميل بالزبط كده وحاجة مهمة كمان إن أنا النهاردة بقدم لكم القهوة الخضرة مضادات أكسادة عالية جدا بتعلي معدل الحرق كمان يعني من أول أسبوع غير النقط اللي بتعلي معدل الحرق غير الكابسولات طبعا اللي بتعمل تكميم طبيعي للمعدة ما تفوتوش العرض النهاردة اخدوا القرار دلوقتي حالة أرقام موجودة على الشاشة والحق المية وخمسين متصل عشان لو العدد خلص أنا مش مسؤولة ولا هدكتورة شازة يجعلها التعليمات بكده ونشوفكم بحلقة جديدة عدوا بالعافية اشتركوا في القناة